أهلا بكم من جديد آخر خبر عندنا النهاردة أن مسؤولين أو مسؤولون في شركة مرسك العالمية قالوا أن السفن التابعة للشركة قد بدأت بالفعل استقناف عبرها بالمجال الملاحي لقناة السويس منذ الأحد الماضي والشركة قد أصدرت بيانا يوم الأحد علنت في استقنافها في البحر الأحمر وخريج عدن والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا وذلك بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة